المكسيكيون خرجوا إلى شوارع موتراي لتنديد بالعمل الإرهابي الذي استهدف ندل القمار في ثالث أكبر مدينة شمال المكسيك المتظاهرون وقفوا أمام مقر الحكومة للمنطلبة بفك هذا اللغز وتكتيف وإعادة الأمن والاستقرار في البلاد يجب علينا القيام بشيء ما لقد حان الوقت للنهوض بذلك نحن لا يجب أن نعيش في كهف ولا يمكننا العيش في رعب وفي عزلة يجب علينا مواجهة هذه المشكلة بحكم أن هؤلاء الناس الكذبين والمنافقين في الحكومة لا يريدون القيام بأي مجهودة تذكر يقول هذا المواطن العمل الإرهابي جاء بعدما اقتحمت تتم مسلحون الكازين والخميس المنصرم وادرموا نارا فيه مما أودى بحاية 52 قتلا على الأقل ويعتقد أن هذا العمل من تدبير عصابة الجريمة المنظمة في المكسيك